إلى تقرير عده الزميل أمجد أبو عرفي من الحدود الشمالية ينقل لنا من هناك الأجواء في هذا اليوم يوم جديد شتان ما بينه وبين سابقه بفعل الهدوء الكامل الذي ساد المنطقة الشمالية في إسرائيل والحدود اللبنانية فهذا هو الموقع الذي استهدف يوم أمس بصواريخ حزب الله اللبناني وهذه هي المناطق اللبنانية المقابلة التي انطلق منها الهجوم تم إطلاق صدق الذائف تقريبا من قبل حزب الله إثنتين منهم أصابتين العرب العسكرية وسببت بالأضرار للجيش الإسرائيلي من خبرة بهذه المنطقة كانت هناك مفاجأة للجيش الإسرائيلي الذي استعد للهجوم من الخط الأمامي لكن حزب الله هاجمت جيش من الجانب الخلفي رغم التوتر الذي يشعر به سكان قرية الغجر هنا على الحدود بسبب الضرر الذي لحق بهم واستمرار بعض الإجراءات الأمنية والتواجد العسكري شبه العادي تحسبا لأي طارئ إلا أن الحياة عادت لمجرياتها الطبيعية في مدن وبلدات الشمال بكاملها تمت عملية الإخلاء بسرعة كبيرة وكل الناس كانت طلعت من هون ما فيش ولا إزعاج يعني ولا شيء كاما داك كم دقيقة كان كل شيء خالص يعني بضع عشرات فقط من المتنزهين جاءوا إلى جبل الشيخ بعضهم من مناطق الجنوب وسط توقعات بعودة أعداد الزوار سيرتها الأولى قبل التوتر ورغبة الكثيرين بممارسة التزلج قبل ذوبان الثلوج التي ينتظرونها مرة كل عام كما تشاهدون نحن أيضا طاقم آي 24 نيوز كمنا باستغلال هذه اللحظات المميزة للاستمتاع بهذه المناظر الجميلة هنا في جبل الشيخ بعد أن عود عادة الحياة إلى مجرياتها الطبيعية بعد توتر شديد شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة من على جبل الشيخ شمالي إسرائيل على الحدود اللبنانية السورية أمجد أبو عرفي آي 24 نيوز ترجمة نانسي قنقر